جهود دؤوبة تقوم بها الدولة للحفاظ على الهويات المصرية والتراث الحضاري السري لمصر والمصريين تأتي على رأس تلك الجهود عمليات تطوير وترميم المباني الأسرية بالمحافظات المختلفة وإتاحة زيارتها للجباهير مكتبة رفاع رافع التهطاوي تعد واحدة من أكبر ثلاث مكتبات أثرية على مستوى الجمهورية وإحدى المعلم الحضرية بمحافظة سهاجة المكتبة العتيقة تضم 1437 مخطوطاً نادراً ويصل عدد المطبوعات بها إلى 16 ألف مطبوعة فضلاً عن عدد من الكتب والمجلدات الهامة وأمهات الكتب والمخطوطات في شتى المجالة التاريخية والثقافية والعلمية ترجع إنشاء المكتبة لسنة 1932 عندما قام محمد بيك بدوي حفيد رفاع التهطاوي بهداء مكتبة جدو العلامة رفاع التهطاوي إلى بلدية المحلة وكان في ذلك الوقت تحتوي مكتبة العلامة رفاع التهطاوي حوالي 4000 كتاب من بين هذه الكتب حوالي 1067 مخطوط من أجود وأندر وأحسن المخطوطات الموجودة يعني تعتبر في جمهورية مصر العربية بنخدم جميع الفئات العمرية للطلاب العلم من أول طالب الإعدادي لحد طالب الكلية وحد طالب التراسات العليا وعندنا نهوت فروع بتشمل تاريخ أدب جغرافية مكتبة رائد التنوير في العصر الحديث رفاع التهطاوي شهدت أعمال تطوير شاملة سهمت بشكل واضح في إعادة الحياة لهذا المكان الأثري وثقافي الفريد مكتبة تعتبر مكتبة عذيقة من تالي مكتبة على مصرها الجمهورية وهي يوجد بها أندر الكتب وبها بعض المخطوطات اللي بننفع إلى الباحثين وبيبقى مثلا دكاترة بتيجي تبحث عندنا هنا وطلبة كنت باجي المكتبة هنا عشان الأبحاث بتاعت الكلية جيت قبل ما تطور وبعد ما تطورت قبل ما تطور حاجة وبعد ما تطورت حاجة تانية خالص في الأول كانت الإضاءة ضعيفة الكراسي مش مريحة تحس الدنيا قديمة شوية دلوقتي لأتطورت الإضاءة قوية الدنيا كويسة خالص الكراسي كويسة المكتبة هنا ساعدتني كتير في الكلية بتاعتي إن أنا أقدر أنجح وأوصل لأنا عايزها أنا كنت أطلع بتأدير بسبب أن أنا كنت ماجي هنا فيها كل الكتب اللي كنت أعيزها الدولة تقوم بجهود حفيثة من أجل حفاظ على التراث الحضري والمباني ذات الطراز المعماري المتميز خاصة في المؤسسة الثقافية والمكتبات الأثرية